اسم الدرس أجمع وأطرح الأعداد التي تقيس الزمان أستحذر أولاً أحول إلى الوحدة المذكورة 1 ساعة و 10 دقائق يساوي ثواني 1 على 2 ساعة و 5 ثواني يساوي ثواني 7200 ثانية يساوي ساعة 10800 ثانية يساوي دقيقة يساوي ساعة الإجابة 1 ساعة و 10 دقائق يساوي 3600 ثانية مع 10 في 60 يساوي 4200 ثانية 1 على 2 ساعة و 5 ثواني يساوي 30 دقيقة و 5 ثواني يساوي 30 في 60 مع 5 ثواني يساوي 1805 ثانية 7200 ثانية يساوي 7200 على 3600 يساوي 2 ساعة 10800 ثانية يساوي 10800 ثانية على 60 يساوي 180 دقيقة يساوي 10800 ثانية على 3600 يساوي 3 ساعات استكشف ثانياً قرر السيد حازم حضور حفل تكريم أحد زملائه الذي تنظمه جمعية المربيين التونسيين يوم الأحد 29 جوان من الساعة الحادية 10 إلى الساعة الثالثة عشر بتونس العاصمة ثم العودة إلى بنزر تأفي نفس اليوم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أوقات القطارات من 1 سبتمبر إلى 30 جوان أتأمل جدول السير القطارات وأتعرف البيانات التي يتضمنها الإجابة البيانات التي يتضمنها الجدول هي أسماء المحطات أرقام الكطارات وتوقيت السفرات أبحث عن القطار المناسب الذي سيركبه السيد حازم للذهاب من بنزرت إلى تونس الإجابة القطار 1 على 8 هو القطار الذي سيركبه السيد حازم للذهاب من بنزرت إلى تونس لأن توقيت خروجه مناسب الساعة الثامنة وعشائق أبحث عن زمن سير هذا القطار الإجابة زمن سير هذا القطار زمن رحلة القطار يساوي زمن الوصول إلى زمن الخروج 9 ساعات وخمسون دقيقة إلا 8 ساعات وعشر دقائق يساوي 1 ساعة وأربعين دقيقة لو حافظ هذا القطار على نفس زمن السير أبحث عن ساعة وصوله إلى تونس لو انطلق من بنزرت في الساعة السابعة وخمس عشر دقيقة لو انطلق من بنزرت في الساعة التاسعة وخمس وثلاثون دقيقة الإجابة لو انطلق من بنزرت في الساعة السابعة وخمس عشر دقيقة ساعة وصوله لتونس تكون 7 ساعات وخمس عشر دقيقة مع 1 ساعة وأربعون دقيقة يساوي 8 ساعات وخمس وخمسون دقيقة لو انطلق من بنزرت في الساعة التاسعة وخمس وثلاثون دقيقة ساعة وصوله لتونس تكون 9 ساعات وخمس وثلاثون دقيقة مع 1 ساعة وأربعون دقيقة يساوي 10 ساعات وخمس وسبعون دقيقة يساوي 11 ساعة وخمس عشر دقيقة عند العودة من تونس يريد السيد حازم الوصول إلى بنزرت في الساعة السابعة مساء على أقصى تقدير ما هو القطار الذي سيركبه؟ أعلّي الإجابة الإجابة القطار الذي سيركبه السيد حازم عند العودة من تونس إلى بنزرت هو القطار 1 على 17 لأنه هو القطار الوحيد الذي يمكنه من العودة والوصول قبل الساعة السابعة مساء أبحث عن مدة سير هذا القطار الإجابة مدة سير هذا القطار زمن سير القطار يساوي زمن الوصول إلى زمن الخروج زمن سير القطار نلاحظ أنه يتعذر علينا إجراء العملية وذلك لعدم المقدرة على طرح عدد دقائق الزمن الثاني من دقائق الزمن الأول وفي هذه الحالة وإذا تعذرت عملية الطرح فإننا نحول الوحدة الأكبر إلى وحدة المطروح منه ثم ننجز العملية وهنا تعذر علينا الطرح 29 دقيقة من 9 دقائق بالتالي قمنا بتحويل 18 ساعة و 9 دقائق لتصبح 17 ساعة و 69 دقيقة 18 ساعة وتسع دقائق إلا 16 ساعة وتسعة وعشرون دقيقة يساوي 17 ساعة وتسعة وستون دقيقة إلا 16 ساعة وتسعة وعشرون دقيقة يساوي واحد ساعة وأربعين دقيقة أبحث عن المدة التي سيقضيها السيد حازم بتونس منذ وصوله إلى محطتها إلى ساعة مغادرتها الإجابة المدة التي سيقضيها السيد حازم بتونس المدة التي سيقضيها السيد حازم بتونس تساوي ساعة المغادرة إلا ساعة الوصول المدة التي سيقضيها السيد حازم بتونس 16 ساعة و 29 دقيقة إلا 9 ساعات و 50 دقيقة يساوي 15 ساعة و 89 دقيقة إلا 9 ساعات و 50 دقيقة يساوي 6 ساعات و 39 دقيقة